مجز لأهم الأنباء قال وزر الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وقالت وزارة الخارجية أن بلينكين أدان خلال تحدثهم مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانز جروندبرغ الهجمات التي تشنها جميع الأطراف وتؤدي إلى التصعيد وإطالة أمد الصراع معربا عن قلقه العميق إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين باليمن أعلن التحالف السعود الإماراتي تدمير مقاتلاته موقعا يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشي الحوثي ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الضربات الجوية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين إلى ذلك قالت قناة المسيرة التابعة للميليشيا أن الغارات استهدفت منطقتين الصباحة والمساجد في مدرية بني مطر وأوضحت أن أحد أفراد حراسة منطقة تجميع المخلفات في الصباحة قتل إثر الضربات التي شنتها مقاتلات التحالف أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عن تدفق كبير لجرح الاشتباكات بين قوات الجيش ومليشي الحوثي في حجة وأفاد البيان بأن مستشفى عبس المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود استقبل أعدادا كبيرة من الجرحة بعد اجتداد الاشتباكات في جبهتي حرض وبني حسن شمال غربية المحافظة كما تم أرسال إمدادات طبية إضافية إلى المستشفى لتعزيز قدرته على الاستجابة للحالات الطارية دمرت قوات التشكيل البحري في المنطقة الخامسة زورقين مفاخخين لمليشي الحوثي قبالة سواحل ميدي على البحر الأحمر وقال مصدر عسكري أن قوات التشكيل دمرت زورقين كان في طريقهما إلى ميناء ميدي بعد يوم من إثلاف سنين آخرين قبالة مرسى حبل جنوب ميدي الساحلية وكانت مليشي الحوثي شنت هجوما بحريا على قوات الجيش في المنطقة الخامسة وتمكنت الأخيرة من صد هجماتها وتدمير زورقين فيما لادت خمسة زوارق بالفرع أكدت مصادر أمنية فشل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين منذ الأسبوع الماضي في محافظة أبيان ووضحت المصادر أن المختطفين اشترطون إطلاق سراح محتجزين لدى القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعومي إماراتيا مقابل الإفراج عن الموظفين الأمميين وأشارت إلى أن الخاطفين يطالبون أيضا الحكومة بدفع أموال لأقارب قتلى وسجناء من عناصرهم لافتة إلى أنهم هددوا بقتل الرهائن إذا حاولت قوات الأمن والجيش استخدام القوة نهاية المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي المدعومي